السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلاب الصف الرابع بدرس جديد بعنوان أثر احتراق النفط في البيئة تحدثنا في الدرس السابق عن النفط واستخدام النفط في مجالات الحياة المختلفة ولكن استخدام النفط بشكل كبير يؤدي إلى تلويث البيئة إذن ما هو أثر احتراق النفط في البيئة؟ يؤدي إلى تلوث البيئة ماذا نقصد عزيزي الطالب بتلوث البيئة؟ تلوث البيئة هو تغير في مكونات البيئة مما يؤدي إلى حدوث خلل في النظام البيئة ومن إحدى مكونات البيئة الهواء إذن يعد الهواء من مكونات البيئة يعد الهواء من مكونات البيئة سوف نتعرف كيف يؤثر احتراق النفط في هذا المكون من مكونات البيئة بداية عزيزي الطالب استعمال النفط أي احتراق النفط يسبب زيادة نسبة غاز ثاني ثاني أكسيد الكربون في الجو زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو يؤثر على البيئة بطريقة سلبية إذ أنه يرفع في درجات الحرارة إذن زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو يسبب زيادة أو ارتفاع في درجات درجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير يؤدي إلى تغير في المناخ إذن زيادة أو ارتفاع في درجات الحرارة يسبب تغير المناخ ماذا نقصت عزيزي الطالب بالمناخ؟ المناخ هو حالة الجو في منطقة ما لمدة زمنية طويلة تمتد إلى عدة سنوات إذن المناخ هو حالة الجو في منطقة ما لمدة زمنية طويلة لمدة زمنية طويلة تمتد إلى عدة سنوات يوجد عنا يمثل تغير المناخ في منطقتين إذا تغير عندي عزيزي الطالب المناخ فإنه يؤدي إلى قلة الأمطار وقلة الأمطار يعود إلى السبب في زيادة أو ارتفاع درجات الحرارة أيضا زيادة حرارة الجو إذن يصبح الجو حار جدا قلة الأمطار وزيادة حرارة الجو يؤدي إلى حدوث حدوث جفاف في المناطق الرطبة ونقصد بالمناطق الرطبة هي المناطق التي تحتوي على كميات كبيرة بالماء عندما تزداد حرارة الجو فإنه يزداد معدل التبخر في هذه المنطقة ويؤدي ذلك إلى حدوث جفاف فيها إثنان يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انصهار الجليد في المناطق القطبية عزيزي الطالب إن حدوث جفاف في المناطق الرطبة وانصهار الجليد في المناطق القطبية يؤثر بشكل سلبي وكبير على الكائنات الحية التي تعيش في هذه المناطق إذن يحدث تدمير في مواطن ونقصد بكلمة مواطن بيوت الكائنات الحية ثم انقراضها ماذا نقصد بكلمة انقراض؟ هو فقدان هذه الكائنات الحية إما بسبب ارتفاع درجات الحرارة في هذه المنطقة وحدوث الجفاف فيها أو انصهار الجليد وتحول هذه المنطقة إلى مناطق مليئة بالماء والتي لا يمكن عيش الكائنات الحية فيها عزيزي الطالب انظر إلى صفحة 61 في كتاب الطالب تأمل الصورتين الصورة الأولى هي منطقة أدى تغير المناخ فيها إلى حدوث جفاف وذلك بسبب قلة الأمطار الصورة الأخرى ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى انصهار الجليد في هذه المناطق القطبية المتجمدة إذن يؤثر احتراق النفط في البيئة بطريقة سلبية على هذه البيئة ماذا تعلمت؟ يتسبب حرق النفط بتلوث البيئة والهواء الجوي نتيجة زيادة ثاني كسيد الكربون في الجو تتسبب زيادة غاز ثاني كسيد الكربون في تغيير المناخ العالمي والمناخ هو حالة الجو في منطقة ما لمدة زمنية طويلة ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض يؤثر الاعتماد على النفط سلبا بشكل كبير في البيئة والجو هكذا يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته